إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيركم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل وصحب أجمعين عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم وألتقي معاكم في حديث جديد من برنامج سحابة الخير موضوعنا هام جداً ألا وهو الركيزة الأساسية في القلب فلتعرفون ما هي الركيزة الأساسية في القلب هي طبعاً الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعريف الإيمان لغة التصديق القلبي وشرعاً الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أين تجد السعادة؟ هل تجدها في الثراء الفاحش؟ أم في السكن الفاخر؟ أم في المنصب العالي؟ ليس كل ذلك إنما إذا عرفت الله تعالى وعبدته حق عبادته وتألهت وجدت الراحة والسعادة والخير والهدوء ولو كنت في بيت صغير أو عمل متواضع إذن الإيمان هو الركيزة الأساسية في القلب وهو العمود الفقري في النفس وهو مناط قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى حيث يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة إذا لم يكن مرتبط بالإيمان فإذن متى استقر الإيمان في القلب يغير النفس تغييرا جذريا ويقلبها رأسا على عقب والأمثلة على ذلك كثيرة مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل الإسلام فانقلبه أمي ثمانين درجة فيا سعادة هؤلاء بالإيمان عندما يذكرهم الله سبحانه وتعالى أو يثني عليهم في كتابه فمثلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قال الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيدنا عثمان بن عفان عندما قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ظر عثمان ما فعل بعد اليوم وعمر بن الخطاب عندما رأى حبيبنا في ليلة الإسراء والمعراج قصرا فقال لمن هذا القصر فقالوا لرجل ابن قريش فظننته أنا فقيل لي إنه لعمر بن الخطاب فلم أدخله فقال له عمر بن الخطاب لماذا؟ قال ذكرت قيرتك فلم أدخله فقال له عمر أمينك أغار وأيضا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال حبيبنا سأعطي الراية قدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وأيضا سيدنا سعد بن معاد هذا الشاب الذي مات صغيرا والذي اهتز له عرش الرحمن عند موته فما هي خصائص الإيمان التي يجب علينا أن نلتزمها حتى نكون فعلا نستحق هذه الخصلة الجميلة وهذا الركن العظيم أولا الاستجابة لله ورسوله في كل ما أمر وكل ما طلب يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد أحد الصحابة فنزعه فقال عليه السلام أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده الأمر الآخر وجل القلوب من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنثه فقال هكذا وأشار فوق رأسه أيضا من الأمور الهامة التوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة الأمر الآخر كمال الإيمان بتفويض الأمور لله عز وجل وصدق التوكل عليه أيضا اقترانه بالعمل الصالح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح في القرآن ستين مرة الأمر الآخر موالاة المؤمنين ومحبتهم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإيمان منها ضعف الخلق وهذا أمر مهم جدا حيث في تعاملنا مع الناس وتعاملنا مع الله سبحانه وتعاملنا مع الآخرين والله لا يؤمن كما يقول حبيبنا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقة أيضا ضعف الوازع الديني وضعف الورع كان صاحب الشخصية الأولى شديد المراقبة لله سبحانه وتعالى متورعا محارمة قاعدته في ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أيضا لدينا أمر آخر وهو التأثر بمظاهر الدنيا في حين كانت الدنيا لا تساوي شيئا عند الجيل الأول وجعل الدنيا تخضع لهم ويتناقل أعداؤهم أخبارهم فيقولون رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة أيضا من العوامل التي تؤثر على الإيمان وتضعفه المعاصي والأمر الآخر الاهتمام بالنواحب ثقافية دون الروحية فنجد الإنسان ينكب على مناقشة الأفكار وعلى القضايا وينسى جانب تزكية روحه وجانب تزكية خلقه أيضا عدم الاهتمام بالوقت ونعرف ما في الوقت من أهمية بالنسبة للإسلام الآن ما هي وسائل تقوية الإيمان أولا مطالعة كلام الله عز وجل كما قال تعالى أفليتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرة مصاحبة وجدانية تدخلنا في محيطه الأمر الآخر الاندماج في صحبة صالحة كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أرادة بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة قض البصر والعزوف عن مجالس المنكر أيضا القيام بالعبادات كلها كما أمر الله ولابد من النوافل أيضا التأمل في الكون إذا تعلمت أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية فلابد من النظر في هذا الكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيماننا وأن يقوي إيماننا ويجعلنا من الذين يقومون بتسكية نفوسهم والنظر إلى قلوبهم وإلى اللقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيركم لعلكم تذكرون ترجمة نانسي قنقر